مساء الفل عليكم تحياتي ليكم من قناتي قناتنا المين الماجد يارب بتكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ كل سنة وانتوا طيبين النهاردة هنعمل ألز كفتة كفتة الحاتي اللذيذة الجميلة جدا المصبعة المصبعة الحلوة قوي قوي اللي لما بتشوفوها كده وبتشموا راحتها بتبقى تهوس وجميلة قوي 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 هوليكم كل أسرار عمل الكفتة مش بس كده دا النهاردة هنعمل ألز كفتة طحينة زي بتاعت المطاعم بالظبط حاجز أوريكم النهاردة هريقة عمل الطحينة بتاعت المطاعم وازاي يعملوا كمية صغيرة جدا كمية كبيرة جدا لو عندك عزومة في العيد لمعتقد ليش هامه خالص في الكفتة والطحينة هتعمل عزومة كبيرة جدا بقى قلي كمية لحمة وقل كمية سمسم سم هيبقى عندك أكبر كمية صلطة الطحينة وأكبر كمية كفتة والمفاجأة النهاردة ان احنا ولا هنولع شوية ولا هنولع فحم احنا هنعمل الكفتة بتاعتنا النهاردة جوه البوتجاز جوه فرن البوتجاز مش هتنشف معاكي مش هتبقى خشنا معاكي هتبقى نفس بتاعت الحاتي ونفس الريحة ونفس الطعم بزبط هتحدى اي حد النهاردة يشوف وصفة الكفتة ويجربها وما تعجبهوش فعلا هينبهروا بوصفة كفتة النهاردة هتعجبكم جدا 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 بس يعني يا ريت بقى لو ما شاركتوش في القناة تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر تفعلوا الجرس على كلمة الكل متنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمو شكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بانتسابها واشتراكها في قناتي اتمنى توصلوا دعموكم ليا وياريت بقى كلنا ندوس لايك لوقتي قبل ما نبدأ الفيديو اول حاجة لازم نختار كمية نوع اللحمة اللي هنعمل به الكفتة اللحمة يفضل تكون لحمة فيها نسبة دهون تقريبا 30% نسبة الدهن بالنسبة للحمة بتاعة الكفتة ومش اي حتة لحمة تنفع تتعمل الكفتة نختار انعم حتة في الدبيحة وطبعا افضل حتة للكفتة هي لحم السرة او لحم البطن او لحم الرقبة دول بيبقوا احسن 3 حتة ممكن تعملوا منهم الكفتة لما تيجوا تعجنوا الكفتة او تيجوا تفرموا الكفتة لازم تفرموها على وشين وش ناعم وش خشن وش ناعم لتنين مع بعض وتفرموا معهم كمية الدهون لكل كيلو لحمة 3 كيلو دهن وده بتكون النسبة المعقولة المزبوطة اللي بيعملوها في المطاعم نوع اللحمة مش هتفرق معانا يعني لو هتجيبوا مثلا لحمة مستوردة او لحمة بلدي بصوا هي طبعا البلدي طبعا حاجة تاني بس لو هتعملوها بلحمة مستوردة مش هتفرق اهم حاجة تكونوا حطين كمية الدهون وفرم يكون ناعم جدا جدا وشين على الاقل تلوقت تعالوا وكمان يفضل بعد ما تعمليها وشين تروح البيت تعمليها وش كده في الكبة هتلاقيوها نعمة جدا معاكم وباقت فيها انسجة هنجيب بصلايا زي ما انتو شايفين كده ونبتدي ان احنا نفرمها في الكبة من غير مية علشان انا محتاجة المية لجوة البصلة مش المية اللي انا هحطها بعد كده اصفيها بشاشة او مصفة كده تكون صغيرة او رفيعة جدا جدا بتنزل معايا المية بتاعت البصل بس مش بتنزل التفلة خالص اعزل التفلة عن المية لان الاثنين انا هحتاجهم وخلي بالكم معايا في الخطوات اللي احنا هنعملها دلوقتي في الكفتة وهوريكم ازاي تعملوا الكفتة بكمية كبيرة من كمية لحمة قليلة يعني تقريبا هتضعفوا الكمية بحيات مميز واخعل هاتف واعلى فكرة العجینة دي ينفع تعملوا منها الكفتة ينفع تعملوا منها البرجر ينفع تعملوا منها اه الكباب ينفع تعملوا منها حاجات كتير جدا جدا يعني عجينا دي لازم ت оставها معاكن في البيت بكمان تبقى حلوة جدا في صواني قاد� في المسبقات يعني في صواني البشاملو والحاجات دي عجيناه حلوة جدا جدا اول حاجة انا جبت الكفتة بتاعتي وعلى انفرهمة حطيت عليها تفل البصل. حطيت عليها معلقة من بهارات الكفتة. حطيت عليها نص معلقة فلفل. نص معلقة ملح. ما كترش الملح في اللحمة. وزي ما انتم شايفين رشا صغيرة من التوم البودر والبصل بودر. ودي اختيارية يعني مش لازم تحطوها لو مش حبيين تحطوها. هنا بقى السر بتاعي بحط ربع معلقة من البيكنج بودر. ودي حلوة جدا جدا لان هي بتخلي الكفتة تبقى منفوشة معي. ما تبقاش مكتومة. وبتخلي الكفتة من جواية زي كده تتنفس. يعني يبقى فيه منفوشة كده للكفتة. متبقاش عبارة عن عجينة آآ صلبة. آآ ودي كمان مش بتخلي الكفتة تنشف معانا على السيخ او جوه الفرن. دلوقتي بقى هنشوف المكون اللي بضاعف معي كمية الكفتة. لكل كيلو دقيق هتحطو. لكل كيلو آآ لحمة هتحطو آآ كوباية. الكوباية دي مقسومة تلاتة. تلتها برغل. تلتها دقيق. تلتها بقسمات. ركزوا معي في ثلاث حاجات دول. تلتها تلت بقسمات ناعم. تلت برغل مطحون. والتلت معي دقيق. ودولا يعملوا كوباية كاملة. يعني هنحط تلت كوباية من البقسمات الناعم. تلت كوباية من الدقيق. تلت كوباية من البرغل المطحون. لكل كيلو كفتة. وشوفوا معي كمية الكفتة هتبقى ايه? ممكن تبدلوا البرغل المطحون بنص كوباية من الرز المطحون. دي الرز. دي بتطلع خطيرة جدا جدا. وما تقلقوش. لا هتحسوا بتعمل رز ولا بتعمل برغل ولا بتعمل دي ولا بتعمل بقسمات. بالسبوع هتتشمع بالشكل اللي انتم شايفينه كده. وبعد ما بتتشمع خالص يعني بالسبوع في التلاجة في حدود. آآ ساعة كده هتلاقوها عملة الانسجة دي. كده انتم ماشيين صح. وكده الكفتة بتاعتكم بقت مية مية. تعالوا دلوقتي نصبع الكفتة بتاعتنا. فاكرين ميت البصل اللي احنا عملناها. طبعا احنا مش رميناها. هي دي ميت البصل. هنجيب دلوقتي الاول هنعمل السلطة اللي احنا هنحطها جوه الفرن علشان خاطر آآ تعمل معي آآ جو كده مع الكفتة يعني هنجيب المسان بتاعي. وتقدروا تستخدمه المسان او اعوال الشيش طوق معزة فرشة. كل اللي انا هعمله ان انا هحط آآ شوية من آآ الزيت مع ميت البصل. يعني حط شوية زيت مع شوية ميت بصل. في الطاصة او في الصنية اللي انا هحط عليها الكفتة او في آآ الشبكة اي حاجة. وهنجي دلوقتي نعمل سلطة المشويات الخطيرة بصلاية طمطماية كله متقطع صغير جدا. آآ فلفلاية او فلفلتين يعني على حسب الكمية. وتقدروا استخدموا فلفل روبة وتقدروا استخدموا فلفل حامي. شبطوا بقدونس وكسبورا. آآ مكعبين ثلاثة من اللية مفرومين كويس جدا عليهم نفس راشة بوهرات الكفتة مع الملح مع الفلفل مع التوم البودر مع البصل البودر. كل الجمال اللي انتوا شايفينه دا يتقلب كويس جدا جدا. دا يتفرش تحت الكفتة او تحت الكفتة تحت الشبكة او تحت الكفتة مباشرة. الحاكتين هيمشوا يعني ممكن تحطوا الكفتة عليه ترسوا الكفتة عليه وتدخلوها الفرن. وممكن تحطوه هو كده وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده احنا رصينا الكفتة بتاعتنا آآ صبعناها وبعد كده جبنا شوية زيت محطوطين عليهم آآ عصير طماطم وورشينا الكفتة من فوق او دهلنا الكفتة من فوق ودخلناها على الفرن درجة حرارة متوسطة آآ الكفتة الاول بتتغطى اول آآ آآ عشر دقايق وبعد كده بنشيل من عليها الفويل وبعد كده بنسويها على الجنبين على نار آآ هادية شايفين الكفتة ولا نشفة ولا اي حاجة خالص وحلوة الانسجة بتاعتها من جوه جميلة جدا جدا انصحكم تعملوها شايفين طرية جدا زي بتاعت الحاتي حتة فاحماية كده ونطفي فيها آآ مكعب من الزبدة ونلفها في الفويل هتطلع معنا بنفس ريحة طعم آآ كفتة وكباب الحاتي تعالوا دلوقتي نعمل صلطة الطحينة بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى انتدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلوا الجرس على كلمة الكل متنسوش بقى لايك وشير للفيديو جبنا دلوقتي الطحينة بتاعتنا وهنبتدي نحط عليها لمون طبعا الطحينة انا عملتها لكم بالتفصيل بتتعمل ازاي واسب لكم اللينك بتاعها فيه صندوق الوصف هنجيب معلقتين كبار من الطحينة وهحط عليهم لمونتين وابدأ ان انا نقلبهم في حركات دائرية بحيس ان انا اخلي الطحينة بتحتي تجمد ودي الحركة اللي بيعملوها جوه المطاعم علشان يضعفوا كمية الطحينة لو انت فكيت الطحينة في الاول بالمية او بالخل هتبتدي تسيب معاك لكن اللمون هو الحاجة الوحيدة اللي بيخل الطحينة معايا تبقى جمدة جدا جدا يفضل كمان اللمون كل ما يكون اخضر كل ما هيكون النتيجة بتاعته افضل بعد ما الطحينة تبتدي تفك معنا هننزل عليها معلقتين من الخل وبعد كده اللمون بتاعي وابتدي ان انا نقلب الطحينة بالراحة خالص خالص بالشكل اللي انتو شايفينه كده عشان ابتدي اعمل السلطة وده بيكون سمك سلطة الطحينة طبعا تدبيل سلطة الطحينة بتكون سهلة جدا جدا مفيش فيها اي كلام يعني شوية شطة صغيرين على شوية كمون مطحون وممكن آآ شوية ملح صغيرين جدا ونبدأ ان احنا نقلبهم كويس جدا جدا بالشكل ده ونقدمهم في طبق التقديم مع الكفتة اتمنى الوصفة تكون عجبتكم لو وعجبتكم ما تنسوش بعد اشترككم في القناة وتفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه وشكرا من كل قلبي لانتسابكم ودعمكم لي في القناة اتمنى بقى توصلوا ودعمكم لي كل سنة وانتو طيبين بألف هنة وشفا وعيد مبارك وشوفكم دايما يا رب على خير ورأي ترجمة نانسي قنقر